موسيقى موجز الأخبار من قناة عدل الفضائية أهلا بكم أشهد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن تغربي مواقف المملكة العربية السعودية الدعمة لبلادنا في تسهيل إقراءات الحجاج اليمنيين وإعادة فتح قبول المعتمرين بعد توقف دام أكثر من ثلاثة أعوام بسبب الحرب التي تسببت فيها ميليشيا الحوثي وصالح الأنغلابية جاء ذلك خلال لقائه بوزير الأوقاف والإرشاد الغاضي أحمد عطية والذي بدوره أطلع رئيس الوزراء على أجهود الوزارة وتدليل كافة الصعاب أمام الحجاج والمعتمرين فيما أشار الوزير عطية إلى استكمال الترتيبات اللازمة لاستطافة المعتمرين اليمنيين من ووهن إلى اتخاذ عدد من الإقراءات الحازمة وتنفيذ عدد من العقوبات على الوكالات المخالفة للأنظمة والقوانين ومشيدا بالوكالات التي أدت واجبها تجاه الحجاج أكد وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في دول التحالف دعم الشرعية في اليمن اصطررهم التصدي لموارسات العدائية لميليشيا الحوثي وصالح الأنغلابية ووقفهم مع الشرعية اليمنية ومع أمن واستغرار اليمن ووحدته وسلامة أراضيه وحماية الإنسان اليمني من الانتهاكات المتواصلة من قبل هذه الميليشيا والعمل على مواجهة تنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى وصون دول المنطقة واستغرارها وقال وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان العامة في دول التحالف دعم الشرعية في اليمن في بيان لهم إن تحرك دولهم سياسيا وعسكريا جاء لتلبية لداء الحكومة اليمنية الشرعية مثلتا بفخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية وانسجاما مع قرار مجلس العمر رقم 2216 ضد الميليشيا الانقلابية الذين قاموا بانقلاب عسكري باختطاف الدولة اليمنية واحتلالهم للعاصمة صنعاء فشلت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالة الانقلابية في محاولتها المستميتة لاقتحام مديرية ردمان العواض بمحافظة البيضاء وقال مصدر المحليون لوكالة الأنباء اليمني سبا إن قبائل العواض تصدت ببسالة للميليشيا الانقلابية التي حاولت اقتحام مديرياتهم بحملة عسكرية كبيرة استمرت ليومين متتاليين وأسفرت المواقهات بين العواض من جهة وبين الميليشيا الانقلابية من جهة أخرى عن مصرع نحو ستة من الميليشيا وصابت آخرين فيما استشهد أحد أبناء قبيلتها العواض وأصيب أربعة آخرون قتل ستة من عناصر ميليشيا الحوثي وصالح المتمردة بينهم قيادي بمدفعية الجيش الوطني جنوب شرق تعز وقالت مصادر عسكرية إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تقمعا للميليشيا في منطقة الحود بالصلو ما أدى إلى مقتل قائد المجامع مئة وخمسة آخرين كانوا يحاولون الهجوم على مواقع للجيش الوطني وضاف المصدر استهداف مدفعية اللواء خمسة وثلاثين مدرعب لطقم يحمل رشاش ثلاثة وعشرين للميليشيا الانقلابية في تبة التوفيق ما أدى إلى احتراقه ومقتل من كانوا على متنه شن طيران التحالف العربي عدة غارات على مواقع عسكرية في مديرية سنحان وأوضحت المصادر أن مقاتلات التحالف شنت ستغارات على جربان في عمد بمديرية سنحان محافظة صنعاء وعلى مواقع يعتقد أنها مقسكرات تدريبية تتبع الميليشيا الانقلابية تهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة